مشادة كلامية صارت بين دكتور برهم صالح والدكتور نوري المالكي مشادة كلامية كان بيناتهم السيد عادل عبد المهدي يعني ممكن لو ما كان موجود السيد عادل عبد المهدي كان الأمر تطور يعني تخيل عركة تصير بين شخصين بوزن دكتور نوري المالكي والدكتور برهم صالح وفي مجلس فاتحة يعني احنا تتعرف يعني احنا المجتمعات الشرقية دائما نحترم مجالس الفاتحة حتى اللي عاديك لا سامح الله بهاي المجال السلمي يسلم عليك ها بدليل بدليل لما توفى المخفور إلى بإذن الله دولوفان بارزاني شقيق الرئيس نيشيرفان بارزاني بعد فترة ليست بالقصيرة مما حصل في 16 أكتوبر 2017 لاهور شيخ جنقي وسيد بافل طالباني كانوا من أوائل المعزين للرئيس مسعود بارزاني والرئيس نيشيرفان بارزاني إذن هاي المسألة فتخيل لو كانت صايرة العركة بين الطرفين هذا اللي شنو راح يودينه أنه أكو خلاف وخلاف عميق جدا بين الدكتور برهم صالح والدكتور نوري المالكي يا أستاذ أنس هاي المسألة والله لو كان الدكتور نوري المالكي موافقا على إعادة الولاية للدكتور برهم صالح لما كان الاتحاد الوطني الكردستاني قد طلب في بي بي تغريدة من السيد بافل طالباني أنه تغريدة استنجاد أنه يستنجد بهم وأنقذونا من هذا الموضوع ما أدري الطلب